إذن نتحدث عن هذا الإغراق الذي يقوم به حزب الله من ما يتعلق طبعا أو فيما يتعلق بنشر الحشيش والحبوب المخدرة في مناطق سوريا المخدرات باتت منتشرة في الواقع وبأسعار رخيصة في شوارع سوريا لسيما في مناطق سيطرة النظام والمسؤول عن ذلك حزب الله هذا بحسب مقربين من الميليشيا اللبنانية أكرى المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شحنات الحشيش والمواد المخدرة لا تزال تصل من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الحدودية الرسمية التي يسيطر عليها حزب الله أي عبر سرغايا وعسال الورد في ريف دمشق والاقصير في ريف حمص هذا نظرا إلى أن سوريا باتت المنفذ الوحيد لهذه التجارة ويجرى ذلك بإشراف ضباط وعناصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري من دون أي رقابة حكومية وأضاف المرصد السوري أن المواد المخدرة ملأت شوارع العاصمة دمشق وريفها لافتا إلى أن عملية بيعها تجرى بشكل علني وبأسعار رخيصة مقارنة بأسعارها في باقي دول العالم كما يمكن لأي شخص الحصول عليها من بقالة أو من محل تجاري لبيع الألبسة أما الوسطاء أو المروجون فوصفوا بسناسرة الحشيش هم في الواقع سوريون موالون لحزب الله يقفون على قارعة الطرق ومحطات المواصلات ويصطادون الأطفال أخيانا وأكد عدد من سكان سرغايا أن بيع المخدرات بات عملا للعاطلين عن العمل حيث يشترون من ضباط ما يسمى بالدفاع المدني كمية من الحشيش ويبيعونها في أوساطهم بين الشباب أو في أوساط الشباب وكان المرصد لفت في إبريل من العام الماضي إلى دهم الشرطة الروسية مستودعا يحوي مواد مخدرة في منطقة معربة في ريف دمشق يعود لشخص سوري مقرب من حزب الله كما وثق المرصد اختتالا بين عناصر حزب الله وميليشيا الدفاع الوطني في فليطة بالقلمون الغربي قبل عام تقريبا بسبب خلافات على أرباح تجارة المخدرات